حول الموضوع أسعد باستضافة الأستاذة منار فتني أستاذة مختصة في القانون أهلا بك سيدة منار أهلا بك أيضا إذن كما تبعنا في التقرير هناك جدل كبير حول التعديلات التي طرأت في المشروع التمهيد للدستور الجديد في رأيكم أو في قرائتكم كأستاذة مختصة في القانون لأبرز التعديلات التي طرأت على الدستور بدي أذيب أن ننوه بأن هذا الدستور لم يخرج هكذا عبد بين عشية وضحاها ولكن كان نتيجة مشاورات حثيثة ولمدة طويلة استقطبت جميع الفعيلين السياسيين والقانونيين في الوطن داخله وخارجه أيضا كما أيضا ننوه بمشاركة المعارضة في هذا الجانب الرجال السياسة رجال القانون البرلمانيين الناس الأكفاء الذين بإمكانهم أن يضيفوا إضافة جديدة لهذا الدستور يعني حوصل لذلك أن هذا الدستور جاء نتيجة إلمام شامل لمجموعة معينة من الناس الأكفاء الذين بإمكانهم أن يعطوا أو يخرجوا للعلن دستور يمكن القول عنه بأنه دستور توفيقي بين جبهات عدة نلاحظ أيضا بأن هذا الدستور أيضا خروجه أو تزامنه في هذا الوقت بالذات هو توقيت أعتقد أنه توقيت مهم جدا لأن المرحلة الحالية للجزائر مهمة جدا الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر تدني وسقوط سعر البترول أيضا في المستوى الدولي وتأثيراته الاستلبية على الجزائر وأعتقد أن هناك أيضا تأثيرات إيجابية لأن مآل الجزائر أيضا سوف تتجه إلى الزراعة وإلى الفلاحة وإلى اقتصاد المؤسسات المصغرة وهذا سوف يعود بالإجابة على كافة أعضاء المجتمع الجزائري إضافة أيضا لا ننسى بأن هذا الدستور أيضا تضمن وهذه قراءة قانونية باعتبار أني قانونية أساسا وليست قراءة سياسية ولست متحذبة أيضا لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب السياسية المتوجدة في الجزائر والتي أكن لها الاحترام الكبير وأحترم أيضا آراء السياسيين في الجزائر وأتتبعها باعتبار أنني مرأة قانون ألاحظ أيضا كوني قانونية بأن هذا الدستور تضمن العديد من التغييرات الجذرية سواء في الحياة السياسية أو أيضا على صعيد الفصل بين السلطات وهو ما سوف نطرحه للمشاهد من خلال هذه الحصة فيما يخص ربما الإجابيات وكذا ربما نقول النقائص النقاط التي حتى لا نقول النقائص أو النقاط التي لم يطرأ عليها تعديلات مقارنة ربما بالدستير السابقة وحتى بالدستير دول الغربية التي تتغنى بالديمقراطية قبل ذلك أنوه فقط بأن وثيقة الدستور في حد ذاتها هي وثيقة تحمي وتضمن وهي سامية على الجميع أولا تسمي على الجميع أيضا هي ضابطة وحامية لحرية والحرية سواء الفردية أو الجماعية للأشخاص وأيضا اختيارهم أو مبدأ حرية اختيار الشعب أيضا لأن وثيقة الدستور هي وثيقة سامية تضمن كل هذه الحريات كما أنها أيضا تصلت الضوء أيضا أو تضفي على السلطات بعض الممارسات داخل وخارج الموطن وتضبيطها أيضا إذن نلاحظ من هذا الجالب أهمية هذه الوثيقة من ناحية تجسيدها في أرضية الواقع نعود إلى سؤالك أيضا بأن هناك الجديد في هذا الدستور الجديد هو جديد فعال جديد إيجابي رغم أن هناك العديد من القارئين للدستور يرون بأنه ليست هناك إضافات إيجابية في هذا الدستور وأنه تكمل فقط أو دستور شكلي لا يضيف للجزائر وسوف لن يساهم في تغيير الجزائر في الأستنوات القادمة وفي مصارها أيضا السياسي والاقتصادي لكن قراءة كقانونية وأعتقد أن القانونين أيضا يشاطرون لي في هذا الرأي أنه هناك ثورة في بعض المواد بالنسبة لهذا الدستور لم تكن من قبل وحتى على غرار بعض الدول الغربية الكبرى لم تلقي الضوء ولم تصلت الضوء على هذه النقاط سوف نعديدها أكيد مع بعضنا البعض أيضا يجب التنويه بأن هذا الدستور أقر مبدأ الفصل بين السلطات وهو المبدأ المشروع والشرعي الذي تتغنى به جميع الفئات المجتمع بما فيهم السياسيين والقانونيين والمجتمع المدني أيضا من خلال الجمعيات وأيضا السياسيين والبرلمانيين نعم إذن سيدة أمانار لو نتحدث أيضا عن أبرز نقاط الإجابية التي جاءت في الدستور الجديد أو في المشروع التمهيدي للدستور من بينها ربما تأكيد السلطة على مبدأ الفصل بين السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشرعية وكذا السلطة القطائية هل تلمسون ربما تجسيد؟ هناك من شكك في هذا المبدأ؟ أنتم مختصين في القانون هل تلمسون فعلا تجسيد لهذا المبدأ الفصل ما بين السلطات؟ أكيد أول ما نلمسه بالنسبة لهذا البند وهو بند الفصل بين السلطات كون أنه أقر هذا الدستور أنه رئيس الجمهورية هو حامي للفصل بين السلطات يعني هو الضامن للفصل بين السلطات هذا أول بند ثاني بند أيضا كون أن الفصل بين السلطات في حد ذاته السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية تجسد من خلال مواد فعالة وملموسة ليس هراء ليس هديث اعتباطي ممكن أن يأخذه المستمع فقط ولكن نحن كقانونيين نلمسه في أرضية الواقع أعطيك على سبيل المثال بالنسبة للسلطة التشريعية وهي السلطة المشرعة قبل ذلك كانت الدستير القديمة لا تمنح حق التشريع خاصة الدستور الأخير لا يمنح فعليا حق التشريع يعني ظاهريا بالنسبة للمواد حقيقة هي السلطة التشريعية لكن التشريع في حد ذاته كان يعرض على السلطة التشريعية لبرلمان بغرفته السفلة والعليا أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ولكن في حقيقة الأمر وفي واقع الأمر أنه تعرض عليه وليس هو الذي يقترح القوانين يعني الجهة المشبعة أساسا وفعليا ليست الجهة المخولة لها قانونا ودستوريا التشريع لكن بالنسبة للدستور الحالي فهو يؤكد على أن التشريع من اختصاص الغرفتين وأعطيك مثلا على ذلك كون أن النواب المجلس الأمة أصبحوا بإمكانهم أن يقترحوا فأصبح بإمكانهم أن يقترحوا مواد تشريعية وهذه المواد سوف أكيد تمشي في الرواق الأساسي الذي هو عرضها على المجلس الشعبي الوطني من خلال نوابه وهؤلاء النواب لا ننسى أنهم إختار المجلس الدستوري إختار المجلس الدستوري وأن هؤلاء النواب هم من المجلس الشعبي المتخبون من المجلس الشعبي البلدي ومن المجلس الشعبي الولائي يعني نلاحظ أن مساهمة القاعدة في التشريع وهذه هي غاية هذه المادة وغاية الفصل بين السلطات وغاية إعادة التشريع إلى جهة التشريع الأساسية بالنسبة لثاني جهة وهي الجهة التنفيذية نلاحظ أن السلطة التنفيذية أصبحت لديها المهام الأساسية لا ننسى ويجب التنوية أيضا أن السلطة التنفيذية كانت سلطة مهيمنة يعني تهيمن على السلطتين التشريعية والقضائية خاصة القضائية نلاحظ أن جل الوزراء هم من السلطة التنفيذية ونلاحظ أيضا أن وزير العدل مثلا هو وزير وهو يعني ينتمي إلى السلطة التنفيذية وهو أيضا وزير للعدل وزير على وزارة سيادة وهي وزارة العدل وأيضا يقوم بالتشريع إن صح القول يعني باقتراح بعض المواد من خلال وزارته وسوف أعود إلى هذه النقطة في التغيير بالنسبة لفصل السلطة القضائية على وجه الخصوص باعتبار أني قانونية وهي النقطة الأهم بالنسبة للمواطن على وجه الخصوص نعم فيما يخص ربما ردك على الأشخاص الذين يقولون بأن هذا الدستور لن يجسد مبدأ الفصل بين السلطات في رأيك كيف يتم ربما ما هي الأليات التي سيتم من خلالها تشتيد هذا الفصل ما بين السلطات أول شيء هو أن الفصل في حد ذاته الفصل بين السلطات كفى له الدستور الحالي أو هو ليس دستور هو مشروع تمهيدي لدستور يجب أن نكون دقيقين في المصطلحات لأنه الدستور يدخل حيث التطبيق لما يصادق عليه من قبل البرلمان وهو الآن معروض للبرلمان وسوف يقول فيه قوله لكن قبل ذلك فهو مشروع تمهيدي لدستور إذن الفصل بين السلطات خاصة بالنسبة للسلطة القضائية نراه أول شيء في أنه كفل حماية القاضي القاضي في ذهنيته هو موظف لا ننسى ذلك لأن القاضي هو تابع للوزارة الوصية والوزارة الوصية هي وزارة العدل ووزارة العدل يرأسها وعلى رأسها وزير العدل وهو تابع للجهاز التنفيذي وتابع للسلطة التنفيذية إذن وأيضا لا ننسى بأن وزير العدل الحالي السيد طيبلوح هو من الحزب الأفلن يعني نلاحظ أنه لديه مسؤولية تجاه حزبه لديه مسؤولية تجاه السلطة التنفيذية وهو عضو من تقم الحكومة الجهاز التنفيذي وأيضا هو نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء نعم لكن في هذه النقطة ربما سيدة منار أفتني الدستور رجاء بربما تعديل جديد أو نقطة مهمة جديدة أنه بحق للمواطن أن يطعن ربما في القرارات إذا كان لم تكن قرارات القضي يعني هنا القضي يجد أنه لابد عليها ربما محصول أنه لابد أن يكون عادل في أحكامه حتى أنه يكون متخوف على ربما صورته المهنية أكثر خاصة أنه لو كان ربما المواطن يقوم بالطعن في القانون يعني كما أقول ربما في الكلمة يعني من ناحية القانونية راحت للكلمة لكن حتى أنه يعني الدستور الجديد أعطى المواطن حق الطعن في القرار المتخذ وهنا الثورة الحكم نعم وهنا الثورة الثورة في أنه من حق المواطن حاليا في هذا الدستور وهي لماذا أعتبرها ثورة؟ لأنها حتى في مقارنة تنبيه الدستير بالنسبة للدول العظمى الغربية وخص على وجه الخصوص فرنسا لأن كل قوانين تقريبا هي مختبسة من القوانين الفرنسية مع ملأمتها مع الظروف ومجتمع الجزائري داخل الوطن لكن هي أيضا لأن فرنسا هي الرائدة في مجال القانون للاحظ بأن حتى فرنسا بالنسبة لهذه النقطة وهي أنه من حق المواطن إذا رأى أن المواطن يجب أن تكون له مصلحة يجب أن يكون متقاضي أولا يجب أن تكون له مصلحة أو صفة وهنا إذا رأى بأن أثناء سير الجلسات سوف يحاكم بمادة غير دستورية من حقه أن يخطر الجهات القضائية المعنية بعدم دستورية هذه المادة وهذه الجهة القضائية سوف ترفعها إلى المجلس الدستوري لن تساهم ربما هذه في أربع النوع من رقابة القاضي على نفسه حتى ما يكونش ربما تابع لأي جهة معينة القاضي في حد ذاته يطبق القانون هو آلية لتطبيق القانون القاضي لا يشرع لا ينص قوانين ولكنه تأتيه القوانين بعد صدورها إلى تطبيق والقاضي هنا يطبق فقط القانون لكن الميزة الأساسية عند القاضي أنه يجب أن يكون محايد هي مبدأ حياد القاضي ومبدأ حياد القاضي لا يتجسد لا يتجسد على أرضية الواقع وبالنسبة للمحاكم والمجالس أو كل الهيئات القضائية إلا إذا كان القاضي مستقلا في ذهنه لا ننسى وهي دراسة نقدية بالنسبة لي شخصيا وحتى العديد من القانونيين يقولون بأن القاضي لديه ضغوطات حتى في ذهنه ذهنية القاضي يجب أن تتخلص من ذهنية الموظف يجب أن يكون لماذا القاضي لديه ذهنية الموظف المتسائل يقول لأن القاضي يخضع لا يخضع إلى المجلس الأعلى للقضاء قدر ما يخضع إلى الوزارة أي وزارة العدل الوزارة الوصية لماذا؟ لأن التحويلات تقوم بها الوزارة ليس المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة لوزير العدل والذي يرأس وهو نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء على فكرة أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو السيد الرئيس الجمهورية وهو القاضي الأول في البلاد وهذا طبيعي جدا لكن من غير المعقول أن يكون وزير العدل هو نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من غير المعقول أن يكون التنقيت من قبل العمل الإداري داخل الوزارة. يعني هنا نلاحظ بأن القاضي أصبح موظف من غير المعقول أن لا يكون كذلك. طبيعة النظام في الجزائر هو نظام شبه رئاسي. من حق أنه مثلا بما أنك ذكرت هذه النقطة بما أنه رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس هو الذي يترأس المجلس الأعلى للقطاء. لكن حتى أنه في القرارات التي يتخذها يستشير مجلس الدولة وهو جهة قضائية طبعا. يعني هنا يتطرح الأربام مسألة الرقابة ما بين السلطات التنفيذية والقضائية رقابة السلطة القضائية القاضي ليس لديه رقيب يعني فعليا ليس لديه رقيب إلى المجلس الأعلى للقضاء. من المفروض لأنه مجلس منتخب من بين القضاء جميع القضاء على جميع مستوياتهم سواء النيابة أو القضاء الجالسين. إذن من يجب أن يراقب القاضي عدى المجلس الأعلى للقضاء لكن الواقع في حد ذاته لماذا ذكرت أن القاضي أصبح موظف لديه ذهنية موظف يخاف على منصبه القاضي لا يحكم لا يقوم بإصدار قراراته بمعزل عن كل هذا وهو الشيء الذي يجب أن يكون القاضي لا يجب أن يفكر في التنقيط. لا يجب أن يفكر في التحويل. لا يجب أن يفكر في العقوبة قدر ما يفكر في نزاهاته وفي حياديته وفي تطبيق الفعل والشامل للقانون هذا هو القاضي الذي يجب عليه أن يكون كذلك نعم في رأيك مختصة في القانون كيف يمكن أو تنتظرين أو تتوقعين أن يتم تجسيد ألية حماية القاضي من كل الضغطات المحيطة به لأداء مهمة نزيهة وعادلة لحماية القاضي في عمله وحماية بذلك المتقاضي والقانون على حد سواء هو آليات عديدة أذكر منها أن القاضي يجب أن يكون قاضي متحرر في ذهنه ليس لديه أي خلفيات يفكر فيها لا من عقوبات ولا من تحويلات كما ذكرت كل تلك النقاط يجب أن يكون القاضي يعود فقط إلى المجلس الأعلى للقضاء يجب أن يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد وهو على رأس كل السلطات التشريعية التلفذية والقضائية لكن من غير الممكن أن يكون وزير العدل هو نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من غير الممكن أن تكون الإدارة هي التي تحكم في مصير القاضي أيضا نلاحظ وهي نقطة مهمة جدا أنه كل هذا سوف ينعكس سواء سلبا أو إيجابا على المواطن من خلال تطبيق النصوص القانونية لدينا أرماضة من رجالات القانون لدينا نصوص قانونية ترتقي إلى مصاف الدول الكبرى في العالم نحن متطورون جدا لكن يخصنا التطبيق يخصنا الحياد يخصنا الذهنية أيضا أشير إلى أنه يجب أن نتخلص من ذهنية هذا الدستور هو دستور مهم جدا لكن هذا الدستور إذا دخل إلى حيز التنفيذ يجب أن يكون المواطن والسلطة أي النظام والمعارضة على حد سواء الثلاث يعني ثلاث أطراف يجب أن نتخلص من ذهنية التبعية يجب أن نتخلص أيضا من ذهنية أننا ننقض من أجل النقد فقط يجب أن ننقض من أجل النقد البناء الذي يقدم البلد لا يؤخره وهو وأشير أيضا إلى دور المعارضة في هذه النقطة وهذا المشروع أيضا كفل دور المعارضة بشكل فعلي في تسيير البلاد في الاقتراحات في النصوص التشريعية في المساهمة الفعلية أيضا لتقدم بالهوانين وبالتشريعات أيضا أشير لو سمحت فقط أستاذ إيمان إلى أن أيضا هذا الدستور أو هذا المشروع عفوا ذكر أيضا أو ذكر بأنه سوف يحمي مناصفة بين الرجال والنساء هذه النقطة يعني الدخول في المناصفة بالنسبة لشغل المناصب العلية في البلاد أو الحساسة في البلاد وهنا أشير إلى أنه حتى في الدول الغربية وفي أوروبا والإتحاد الأوروبي على وجه خصوص لا يوجد هناك تكافؤ فرص حتى بالنسبة للأجر القاعد حتى بالنسبة للأجر بالنسبة للموظفين وهنا خطوة ملاقة بالنسبة للجزائر ونلاحظ بأنه ليس هناك بالنسبة لمجال القضاء ليس هناك الكم أو العدد اللائق بالنسبة للقضيات في المناصب الحساسة مثل رئيس المجلس الشعبي رئيس المجلس والنائب العام وهي قلة قليلة أعتقد أن هذه المادة سوف تجسد بأكثر فعالية هذا الموضوع وبالنسبة للمنتخبين أيضا بالنسبة لعضاء مجلس الأمة نراحظ بأنه لا توجد ولا امرأة منتخبة من القاعدة تمثل سيناتريس داخل مجلس الأمة وهي أعتقد أن هذا المشروع أعطى أيضا دفعة قوية للمرأة الفاعلة في المجتمع الجزائري ونحن نتمنى تجسيد كل القوانين التي جاء بها هذا الدستور الجديد شكرا جزيلا لك أستاذ مدار أفتني الأستاذ مختصة في القانون على كل هذه التوضحات شكرا جزيلا لكم